التلفزيون العربي أهلا بكم إلى حلقة جديدة من توقيت مصر نتابع فيها نافيا وزارة الخارجية مزاعم قوات الدعم السرية بشأن اشتراك الطيران المصري في معارك السودان ونصلت ضوء أعلى استعدادات المنتخب لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا ابقوا معكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإريترية أسمارة في زيارة من المفترض أن تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وفي سياق متصل بالأوضاع السياسية نفت وزارة الخارجية مقاله قائد قوات الدعم السرية محمد حمدان دقلو بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان وأكدت حرصها على أمن السودان واستقراره ووحداته قائلة إنها تسعى لإيقاف الحرب هناك وحماية المدنيين وتعزيز المساعدات الإنسانية نرحب من القاهرة بالأستاذ هاني الأعصر المدوري التنفيذي للمركز الوطني للدراسات برحب بك يا سيد هاني وخلينا أبدأ معك من الجزء الأخير المتعلق باتهمات حمدتي وقوات الدعم السريع لمصر بالاشتراك من خلال القوات الجوية في المعارك الدائرة في السودان ونفي وزارة الخارجية لهذه الأحاديث والتأكيد أو يعني وصف قوات الدعم السريع بالميليشيا ربما للمرة الأول أهلا تامر مساء الخير طيب أنا هبدأ من البيان الأول الحقيقة أن وزارة الخارجية المصرية موقفها واضح من بدري جدا أن هي بقت منحازة بشكل واضح وصريح للجيش السوداني وليس للدعم السريع كون أن هي وصفت الدعم السريع بالميليشيا أنا أتخيل أنه ده نوع من أنواع الرد على هذا الاتهام بمعنى معين أنك صعدت ضد الاتهامات والهجوم وكذا فأنا كمان بصعد يعني الأول كنت بتحفظ في وصفك أو كذا لكن دلوقتي ما بتحفظه بقوله عليك ميليشيا بشكل واضح فأنا ظني أنها بتحليل مضمون هذا البيان يعني أزعم أنه ربما يكون هذا هو الأقرب يعني لكن خلينا نشوف أنه كمان وزارة الخارجية سفير بدر عبدالعاطي لما التقى نظيره الأمريكي قبل يعني أيام تحدث بشكل واضح في المؤتمر الصحفي المشترك وقال أنه مصر لا تقبل وضع أي كيانات أخرى في صفت واحد مع الجيش السوداني فيه إشارة واضحة جدا إلى الانحياز إلى الجيش السوداني اعتباره هو المؤسسة الوطنية وبالتالي كل من هو ضد الجيش السوداني مصر يعني تشوفه أو ترى بأنه لا يجوز أن احنا نساوي بالجيش السوداني هكذا جاء خطاب أو حديث السفير بدر عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي بتفصل إزاي هذا التحاول وبالتالي أنا كنت لأنه مع بدايات الشهور الأولى في الحرب الدائرة في سودان كان فيه رغبة مصرية واضح فيه الإبقاء على علاقات جيدة بالطرفين بالجيش السوداني وبقوات الدعم السريح حتى وإن عرف ضمنا أن مصر بحقب حتى انحيازتها في كل الدول الأخرى مرتبطة أو منعازة للجيش الوطنية وللدولة الوطنية وما إلى ذلك لكن كانت بتحاول الحفاظ على علاقة جيدة مع قوات الدعم السريح وحتى استقبلت حمدتي في القاهرة أكثر من مرة شوف ليه مصر قررت أن تأخذ هذا المنحة وإيه اللي يمنع أنها إذا كانت خلية هذا المنحة أنها تقدم دعم عسكري أيضا للجيش السوداني في إطار هذا الانحيازية صحيح طيب هو التحول حاصل ليه أنا في ظنني أن السياسة خارجية المصرية طول الوقت على الصعيد الأقليمي من بدري جدا من عقود متحفزة بالأساس يعني بتبدأ لتحفز طول الوقت أنت لا تبدأ مصر أزمة بإعلان انحيازاتها لطرف ضد أخر بالعكس خاصة في الأزمات التي تتعرض لها دول الجوار المباشر يعني بنتكلم عن ليبيا بنتكلم عن السودان بنتكلم عن القضية الفلسطينية طبعا مصر لا تحاول بشكل من الأشكال إبداء انحيازاتها من بداية الأزمة بالعكس في الأول بتحاول أن هي تقوم بدور وساطة وده أمر يعني أنا بشوفه جيد لأنه أنت بتحاول أنك تعزز دور مصر الأقليمي من خلال لعب دور الوساطة وأن أنت يعني تجمع أطراف الخلاف ويحدث تفاوض ما بينهم إلى آخر هذه الأمور مع تطور الأحداث ومع إدراك صانع القرار في مصر ومتخذ القرار في مصر أنه لا من الصعب أن أنت تحل الأزمة خلاص وأنه الطرفين بيبقوا يعني زي ما بنقول يعني خلاص منشفين دماغه هم مقررين أن يكملوا الصراع لنهايته الدولة المصرية هنا بتبدأ تضع موقفها تحت نقول عنوان نسميه حسابات المكسب والخسار أنا هكسب إيه وهكسر إيه مصلحتي مع مين أظن أنه الدولة المصرية وجدت أنه انحيازها لي الجيش السوداني بيعتباره المؤسسة الوطنية الأقدم بيعتباره المؤسسة الوطنية بالمناسبة هناك تعاون واضح وأديم بينها وبين هذه المؤسسة يعني من عقود كبيرة جدا الجيش السوداني والجيش المصري نكتعون ما بينهم وبالتالي يعني أظن أنه انحياز مصر جاء نتيجة هذا المراس من العلاقات مع المؤسسة الوطنية نظرتها أصلا لهذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة وطنية وقدراتها العسكرية على ضبط المشهد السوداني ومن ثم حماية الأمن القومي المصري ضد أي تهديد يأتي من الجنوب أظن أن الحسابات دفعت متخذ القرار في مصر إلى إبداء انحيازه للجيش السوداني فيما يتعاون بالدعم العسكري ماذا بعد هذا التباعد بين الطرفين الذي وصل إلى مرحلة الاتهامات المباشرة نحن نتكلم على تبعات ربما لهذا الأمر تبعات سياسية وتبعات حتى أيضا أمنية على المصريين الموجودين في السودان صحيح ما عادش بالأعداد الكبيرة اللي كانت مع بداية الحرب لكن لسه ما زال المصريين موجودين في السودان فبعد هذا التحييد المباشر من قائد قوات الدعم السريع بالتأكيد بقى فيه خطورة على المصريين الموجودين في السودان حاليا ممكن نتعامل مع هذا التشابك إزاي؟ بص يعني ملف المصريين أو اللي بيقيموا في السودان للعمل أو القامة أو ما شابه يعني الجالية المصرية في السودان ملف أمني من ضمن ملفات عديدة أنا أظن أنه لن يكون هو ده الشغل الشاغل دلوقتي لمتخز القرار أكيد أكيد هو حاطب في حساباته هذا الملف لكن أنا في تقديره أنه هناك ملفات أكتر هو أصلا أنك تحاول السيطرة على هذه الأزمة وإنهائها في أقرب وقت ممكن ده أنا في تقديره هو الأساس هو ده اللي هيحل لك كافة الإشكاليات الأمنية المرتبطة أو المتعلقة بي وخليني هنا أقول لك يعني حاجة فيما يتعلق بالدعم يعني أنا شوية شايف البيان اللي أصدرته خارج المصري المتزن لأنه الحقيقة أنه البيان حتى بيقول يعني إحنا بندعو الأطراف الدولية للتأكد من حقيقة هذه الشبهات بمعنى معين تعالوا شوفوا هل إحنا بندعم الدعم السريع ولا لا أنا في ظني أنه ده مش في مصلحة الدعم السريع لأنه الدعم السريع أيضا يتلقى مساعدات خارجية إثيوبيا تشاد كلهم بيدعموا الدعم السريع وبشكل واضح إذن إذا أنت كنت كدعم سريع ضد أنه أطراف خارجية تساعد الجيش السوداني فلماذا أنت يعني تتلقى أيضا مساعدات تمام هذا أمر الأمر الآخر الأمر الآخر اللي أنا برضو يعني ومسير للحياة للسخرية وأنا بعتذر على ده ولكن أنا مش شايفه وير كده أنه هل يعقل أنه الطيران المصري لو تدخل ضد كوات الدعم السريع هل كوات الدعم السريع يعني هتقعد شهر هتكمل شهر خاصة مع خلينا يعني نقول حاجة أن هناك دعم بدأ يتضفق بشكل أو بآخر هذا كلام مش خفي يعني على أحد أنه زيارات البرهان الأخيرة والترتيبات اللي بدأها من نهاية أو الأشهر الأخيرة في السنة الماضية مع إيران ثم الشهر الماضي مع الصين وقبلها مع الروس اللي حولوا موقفهم من دعم قوات الدعم السريع إلى الجيش السوداني في مقابل طبعا بعض الاتفاقات والامتيازات التي سيقدمها الجيش السوداني بوعود تمام إذن هناك أطراف والمواقع المتخصصة تؤكد أن هناك دعم عسكري إيراني وروسي وصيني للجيش السوداني دعم ربما يبقى بيات في صورة المسيارات أو مسلحة أو زخارة أو مشاريع ننتقل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيرتريا لأنه ناس كتير ربطتها بالتحركات المصرية السابقة في السومال وفي جيبوتي وفي جنوب السودان وفي كل المناطق التي تحوت إثيوبيا ويقرأوا كل هذا الحراك وكل هذه التحركات المصرية في سياق الضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة هل أنت مع هذا الرأي أم لا؟ أنا مختلف مع الرأي ده وهقولك ليه يعني من الخطأ أن نحن نوجه نظرنا أو تحليلنا كله ويبقى منصب على فكرة ربط هذه التحركات بملف سد النهضة ليه؟ لأن ملف سد النهضة تقريباً انتهى كنا بنقول ده من بد خلص إثيوبيا بنت السد في مراحل الأخيرة هيبقى فيه تشغيل فرضت الأمر الواقع على مصر مبدأ أو سياسة حسن النواية اللي اتبعتها مصر من 2015 لحد النهاردة لم تجدي نفع للقاهرة وبالتالي أنا ظني أن الأمور لا تتعلق بملف سد النهضة كملف سد النهضة بشكل خاص لكن تتعلق طبعاً في جزء منها كبير بملف حوض النيل والتغلغل في دول حوض النيل مرة أخرى وتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل مرة أخرى بحيث يتم يعني خلينا نقول وضع دوابط تنظم بناء السدود بما لا يدر في دول المنبع بما لا يدر في دولتها المصاب وتحديداً مصر الأمر الآخر أنا في تقديري لما أرجع بالتاريخ لورا شوية هنكتشف أنه يعني اهتمام مصر بالكرن الأفريقي اللي حاصل في اللحظة الحالية له جزور يعني نرجع شوية الورا ونشوف أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2021 قام بأول زيارة لرئيس مصري إلى الجيبوت أنا بالنسبة لي ده دلالة كبيرة جداً ليه لأنه هذه الزيارة تبعت تحرقات سلبية من قبل السومال ومن قبل جيبوتي داخل الجامعة العربية ضد مصر في ملف سد النهضة مصر كانت مقدمة مشروع قرار السومال اعترضت ده كان في يناير من نفس العام ثم في إبريل برضو كان فيه قرار تاني فجيبوتي والسومال اعترضوا وأنا في تقديري أن هنا متخذ القرار التفت لفكرة أنه إثيوبيا بقالها تأثير على بعض أعضاء جامعة الدول العربية تمام؟ وبالتالي توجب مواجهد هذا التأثير واستعادة أنتضع مصر قدماً يعني في هذه المناطق التي فقدت كثير من نفوذها فيها بالإضافة كمال لموضوع مدخل قناة السويس وأهمية القرن الإفريقي كمدخل لقناة السويس اللي هي أهم شريان موجودة في مصر أمنياً أو اقتصادياً يعني ده واضح تماماً من هذه التحركات للأسف وقتنا انتهى نبشكرك شكراً جزيلاً أستاذ هاني الأعصر في جزئية تانية أشكرك شكراً جزيلاً وبعتزر لضيق الوقت لأستاذ هاني الأعصر المدوية التنفيذي للمركز الوطني أد للدراسات شكراً لك إلى ملف آخر حيث يختتم منتخب مصر اليوم تدريباته لمواجهة نظريه المريتني استعداداً للقاء يجمع المنتخبين غداً على أستاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمو الإفرقية بالمغرب عام ٢٠٢٥ ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثالثة برفقة كل من كابفيردي وموريتانيا وبوتسوانا ويتصدر المنتخب حالياً ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بعد أن حقق الفوز في أول جولتين بالتصفيات بينما يأتي منتخب موريتانيا إلى المباراة وفي جعبته ثلاثة نقاط معنا من القاهرة شادي حبشي الناقض الرياضي وصانع المحتوى برحب بيك يا سشادي بالتأكيد كان فيه قبل ما ننطلق للحديث عن المباراة وظروفها خلينا نتكلم عن الاختيارات لأن هذا اللي كان عليه جدل كبير مع بداية اختيارات العناصر اللي تقود هذا اللقاء استبعاد إمام عشور عدم ضم سام مرسي بعض الأسماء اللي ضمت وكان عليها جدال بتشوف إزاي الاختيارات اللي في كل مرة وفي كل مباراة لحسن الحسن بيكون عليها كتير من علامات الاستفاق بص خلينا أقول لك أن كده كده أي قايمة بتنزل لمطش في نادي منتخب لازم بيبقى فيه عليها جدال ده الطبيعي في الكرة يعني ودي جزء من حلوة الكرة مجهة النظر المختلفة يمكن أنا بالنسبة لي في القايمة المرة دي كان برضو علامة استفاهم كبيرة جدا من مركز الباكل يمين في ظل إصابة محمد هاني يعني عمر جابر بيقدم مستوات جيدة جدا مع الزمالك حتى بديل محمد هاني اللي هو عمر كمال عبدالواحد يقدم مستوات إلى حد ما جيدة برضو حسن حسن مع تمتش على الاتنين في اختياراته ومحمد شهاتة لعب من المتخاب الأوليمبي ولعب الزمالك اللي هو أصلا بفاصل الملعب هي لعب ناحية اليمين فكان الاختيار اللي أقرب أن أنت جيب لعب أساسا بك يمين اللي هو أنا شايف عمر جابر جاهز دلوقتي نفس الكلام برضو اللي يعتماد على كوكا لعب خط وسط الأهلي أنه هو هيبقى بديل في ناحية الشمال وهو مش معتد بيلعب في مركز الباك الشمال يبدو بالنسبة لي استبعاد أحمد حجازي منطقي بسبب الخلاف اللي حصل ده غير أن حجازي من ساعة آخر إصابة برضو مرجعش لفورميتو وواضح جدا أن كابتن حسن مفضل أكتر حتى لو ما فيش مدافع أساسي أنه يدفع بحمدي فتحي في المركز ده على أساسي أنه هو جيد في بناء الهجمة بشوف استبعاد سام مرسي علامة استفهام كبيرة حتى لو مش على مستوى الفني كنت أشوف أنه هو يتضم كأنها رسالة لأن اللي بيكتهد وبيعمل حاجة كويسة في الدورات الأوروبية لازم يبقى مكانه موجود خاصة أنه هو يعني لا يبقى عامل إنجاز كبير من معانادي إبسوتش برضو كان يعني فيه علامة استفهام شوية على عدم ضم كوكا مهاجم بيلعفه والدور البرتغالي والدور البرتغالي بدأ في حين أنه هيعتمد على أسامة فيصل وزي ما أنت شايف الدور المصري أصلاً لسه ما بدأش فبالتالي برضو كان الاختيار شوية يعني كنت شايف أنه ليه لأ ما يديش فرصة للكوكا يعني ده دي ملاحظاتي العامة لحد دلوقتي على القايمة طبعاً أشوف أن لازم يبقى فيه استفادة قصوى من عمر مرموش وليه لأ أنه ما يعتمدش على مركز المهاجم الصريح لأنه مقدم مستويات يعني عالمية في الدور الألماني ومسجل هدفين في بايرن وأسست يعني ده دي ملاحظات مبدئية وفي النهاية يعتبر آخر فترة نحن قدمنا تصفيات أمم إفريقيا تأكيد مش هو ده الاحتكاك لأنه أحياناً بتشعر أنه في مبالغة في الاحتفاق بالانتصارات اللي بتعملها مصر في تصفيات أمم إفريقيا اللي هي على منتخبات يعني أقل بكثير من مصر في التصنيف وفي خوف دايماً من المبالغة في ده لأنك مع أول اختبار بتبدأ تبان الأمور شوف إزاي إزاي ممكن تدار المسألة يعني لأنه أحياناً بتحس الفرحة مبالغ فيها الحقيقة على فوز في تصفيات لأمم إفريقيا والطبيعي إن مصر بتنافس على أمم إفريقيا مش إن هي توصل بس للمطور نص بصراحة أنت يعني اتكلمت في نقطة مهمة أوي وأنا شايف وأنا متفق معك مليون في المية أو أنا خلينا نتكلم دلوقتي إن بعد نظام التصفيات الجديدة يعني ما عادش في حجة إنك ما تصعدش النهاردة توصل لتأمن وتسعة أماكن لقارة أفريقيا وأعتقد إن حتى روي فيتوريا كان سايب المنتقب ومدي نتائج كويسة يعني جهاز كابتل حسام ما عندهش مهمة شقة قوي في كاس العالم نفس الكلام كاس الأمم أفريقيا واللي مش طبيعي إن مصر بتلعبش فيها اللي حصل من بعد توقف الكورة في كاس الأمم 2011 و2013 الفترة دي ده اللي مش طبيعي طبيعي إنك تروح لو أنا رجل يعني يكون دور لي فيهو أن أنا عقيم يعني أنا بقول أن أنت التارجة الأساسي لجهاز منتخب مصر سيمي فاينل كاس الأمم الأفريقية قبل نهاية keاس الأمم الأفريقية غير كده ده ما بيعتبرش أصلا ده خارج الطفييل يعتبر فشل مصر المفروض يكون الطبيعي بتاعها قبل نهاية كل الهم أي حاجة غير كده فشل إنه ده مش طبيعي النهاردة كاس الأمم الأفريقية بعد معدεν منتخباتها زاد فيه متشاك كتير ضعيفة جدا فمش طبيعي انك تقول انا سعدت من دور المجموعات دادات طبيعية دور الستاشر ودور التمانية نبتجي نتكلم من قبل النهائي فانا بشوف انه الصعود لكاسي الامم وحتى دلوقتي الصعود لكاسي العالم مش هو ده المحك المحك انت هتقدم ايه بعد كده لما تحتكي احتكاكات جامدة لكن غير كده ان احنا نقعد نحتفي بالفوز خمسة واربعة وثلاثة على منتخبات اقل من المتوسطة احنا نضحك على نفسنا لكن في نفس الوقت ما بقولش ان ده وحش نقول كويس على اللي بيحصل لكن مش ده الرئيسي انت ابني على ده لكن ما تقولش ان ده مش النهاية كاسي الامم افريقية ده الطبيعي طيب هلأ انت سمعت اكيد الكلام اللي بتقال انه اللهي حسام حسن كفاية عليه قوي يخلص التصفيات سواء امم افريقية او امم او كاسي العالم ولازم من دلوقتي نبدأ ان ندور على مدرب لمنتخب مصر يليق بمنتخب مصر ويكون قادر ان هو يدخل منافسات قوية لانه حسام حسن في رأيي كتير من الناس او بعض الناس مش هو اللي يقدر يقوم بالدور ده بتسمع الكلام ده اكيد طبعا كل يوم بنسمعه يعني هو كده كده ما فيش مدرب مسك منتخب مصر اخر عشر سنين وكان حد مقتنع بيه بما فيهم الاجانب بالمناسبة بما فيهم افضل حد قدم نسخة قوية لمصر اللي هو كارلوس كيروش ناس كتير كان بتقولك ده ما بيقدمش كورة هجومية وده بيقدم كورة عقيمة والناس افتكرته بس بعد ما ماشي وبلغتقوله انه هو كمدرب كويس لكن هو موجود كان عفين تقالات كبيرة برضو عليه بالضبط النهاردة بيقولك ده هو اللي اكتشف عبد المنعم وهو اللي اكتشف عمر كمال وهو اللي اكتشف مرموش وهذا الكلام يعني اللي احنا بسمعه كل يوم فحكمية انه يكمل ولا ما يكملش يعني هقولك دي وجهة نظر فانها تختلف بس انا في نقطة عايز اتكلم فيها يعني كفاية اه انا اسف في الكلمة اللي هقولها كفاية ايه هانات لمدربين كبار بيجي بهم وتيجي تمسكه 7-18 مرشاته تيجي تقول مشي لازم بقى فيه خطة واضحة انت الرجل اللي انت جايبه ده التارجت اللي انت حاطط له ايه حاطت هدف ليه ايه وحاسبه على الهدف ده انا جاي بحسام حسن عشان هيساعدني كاس العالم وهيوديني كاس الأمم الأفريقية انافس عليها حاسبه على ده لكن ما ينفعش انه كل سنة عمالين من غير مدربين بالمنظر ده ومش هنروح بعيد اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام البدري كانت قمة الاهنة حتى لو انت فنية مش مقتنع بي ده مش موضوعي انا موضوعي من الوقتي اديته فرصة اديله اهداف واضحة وحاسبه عليها بعد ما يخلص انما يجي يشتغل 7-8 مطشاط ويبقى قريب للصعود وقبل ما يسعد تقول له لا احنا عاسفين مش هنكمل طيب انت كده حتى قدام الرأي العام انت حتى كده انت مش واضح انت عايز ايه تمام شكرك شكرا جزيلا شريح حبشي الناقض الرياضي وصلنا على المحتوى شكرا لك على هذه المشاركة وصلنا بذلك مشاهدينا الى ختام هذه الحلقة من بتوقيت مصر بالكام منكم دوما متابعة المزيد من الاخبار على موقعنا الالتروني العروي دوت كوم غدا حلقة جديدة نحن بخير